اكثر من مائة شهيد وعشرات الجرحة في قصف اسرائيلي لمدرسة بحي الدرج في غزة تواصل التوتر في حمد صرار بالبيضاء وميليشي الحوتي تدفع بتعزيزات كبيرة وسط تحليق للطيران المسير عصابة حوثية من خولان تحاصر وتهاجم منزل مسن في بعدان باب القنابل اليدوية وقوات العمالقة تخفي مواطنا في سجن سري بشبوة وامطالبات حقوقية بالإفراج عنه أخبر الواحدة مني ومن شباب أهلا بكم البداية من فلسطين حيث استيقظ أهالي غزة على مجزرة مروعة استشد خلالها أكثر من مائة فلسطيني وجرح العشرات اليوم السبت بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة وقال الدفاع المدني بغزة إن قوات الاحتلال استهدفت مدرسة التابعين في حي الدرج بثلاثة صواريخ ما أدى لاستشادي تسعين من النازحين المائة داخلها وأوضح أن الاستهدافة جرى في أثناء تأدية صلاة الفجر ما أدى أيضا لوقوع مجزرة خلفت عددا كبيرا من الشهداء والجرحة مضيفا أن النيران اشتعلت بأجساد المواطنين بحسب تقديرات تواقم الدفاع المدني فإن مجزرة التابعين هي الثالثة من حيث حجم الكارثة بعد مجزرتين المستشفى المعمداني ومواصي خان يونس في السيق قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن من هول المذبحة وعداد الشهداء الكبيرة في مدرسة التابعين لم تتمكن الطواقم الطبية وفرق الإنقاذ من انتشاج جثامين جميع الشهداء وذكر المكتب أن الطواقم الطبية تجد صعوبة بالغة في نقل جثامين الشهداء وأجزاء الجرحة المتقطعة وأشار المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة تؤوي نازحين بثلاثة صواريخ يزن كل واحد منها ألف رطل من المتفجرات أكدت حركة حماس أن إقدام الاحتلال الصيوني على قتل الصحفيين فلسطينيين تميم معمر عبدالله السوسي مع عدد من أفراد عائلتهم في غارتين على مدينة خان يونس هي جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين وقالت الحركة في بيان إن الاحتلال يهدف بذلك إلى إخماد صوت الصحافة الحرة وثنيها عن أداء واجبها المهني والإنساني في تغطية جريمة الإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر وأشارت إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى نحو 166 مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لإلزام الاحتلال المجرم بوقف استهدافه المتعمد للصحفيين وإلى شأن المحلي حيث تشهد قرية حمد صرار في مدرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء حالة توتر شديد مع ميليشيا الحوثي منذ يوم الأربع الماضي في الوقت الذي دفعت فيه الأخيرة بتعزيزات كبيرة وكثفت تحليق الطيران المسير وبحسب مصدر قابلي فقد دفعت الميليشيا بتعزيزات مسلحة بينها دبابة وأطقم على متنها عناصر مسلحة إلى أطراف قرية حمد صرار في محاولة لاقتحامها في ظل تواجد وساطة قبلية لاحتواء المواجهات وأشار المصدر إلى أن ميليشيا الحوثي تشترط تسليم قائمة أسماء تتهمهم بقتل عناصرها الأربع الذين لقوا مصرعهم بعد أن قتلوا اثنين من أبناء القرية وهو ما يرفضه أبناء حمد صرار تخوفا من تصفيتهم في سجون الميليشيا ووفقا للمصدر فقد تسلل قناص الحوثي إلى منارة أحد مساجد المنطقة قبل أن يقوم الأهالي بإحراق المنارة بمن فيها في حين يواصل شباب القرية التمركز في مرتفعات القرية استعدادا لمواجهة عناصر الميليشيا في حال حاولت اقتحام القرية في الحديدة أصيب مواطن ونجله بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارتهما بلغم من مخلفات ميليشيا الحوثي في مدرية حيس جنوبية المحافظة وطبقا لمصدر الحقيقي فإن اللغم جرفته السيول في الأيام الماضية في وادي المرير قرية الشعوب شمالي مدينة حيس وانفجر بالمواطن أحمد سفيان ونجله علي وأضح الأب تعرضه لشضايا متفرقة في الظهر واليدين والقدمين وضغط في العمود الفقري فيما أصيب الآخر بشضايا ويخضع للعلاج وكان الفريق الهندسي التابع للوائل الأول تهاما قد عتر في الأيام القليلة الماضية على عدد من الألغام الحوثية والعبوات الناسفة التي جرفها سيول إلى منطقة وادي نخلة في مدرية حيس أقدمت عصابة حوثية مسلحة على حصار منزل موسن في إحدى قرى بعدان في محافظة إبو هاجمته بالقنابل اليدوية مصادر محلية قالت إن مجامعة مسلحة من قبيلة خولان الطيال هاجمت منزل حازم صالح الشارقي في قرية الدهماء عزلت حيسان بمدرية بعدان بالقنابل اليدوية بعد أكثر من أسبوعين على حصار المنزل والتخيم في فنائه وبحسب المصادر فإن المسلحين يطالبون نجل الشارقي بمبالغ مالية تم منحها لابنه في ماليزيا مقابل الاستثمار المشترك وتم الادعاء بأن المشروع تعرض للإفلاس وفقا للمعلومات اعتدى قيادي في ميليشيا الحوثي بالضرب المبرح على معلم إثر قيام الأخير بمعاقبة نجل الأول الذي يدرس في إحدى مدارس مدينة الجبين مركز محافظة ريمة مصادر محلية قالت إن القيادي الحوثي عبد النهري المعروف بعبد النبيعي منتحل صفة مدير أمن مديرية الجبين اقدم على ضرب المعلم مهدي علي بعد اقتحام منزله وذلك بعد أن عاقب المعلم بمدرسة الفتح ابن القيادية الحوثي مع بعض التلاميذ إثر مخالفة داخل الفصل الدراسي ووفق المصادر فقد اقتحم القيادية الحوثي منزل المعلم بقرية سهلة واعتدى عليه بالضرب أمام زوجته وأطفاله حتى سقط مغشيا عليه ليقوم الأهالي بإسعاف المعلم إلى مستشفى التلايا في مركز المحافظة وجه النائب العام للجمهورية قاهر مصطفى بالتحقيق في فساد مشروع كلية الطب جامعة تعز بحسب وثيقة متداولة فقد وجه محام نيابات الأموال العامة نبيل جوبح رئيس نيابة استئناف الأموال في تعز بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال المشروع وإجراءات التحكيم والرفع بتقرير مفصل بناء على توجيهات النائب العام وأوضح أن الأنباء المتداول على مواقع التواصل تشير إلى أن الدولة توشك على خسارة 16 مليون دولار بسبب فشل شركة الرحاب للمقاولات في إنجاز المشروع في وقته رغم استلامها كافة مستحقاتها وقيام مسؤولين وشخصيات حكومية بإجراء تحكيم بصورة مخالفة للقانون وكان عضو مجلس النواب علي المعمري اتهم الشركة المنفذة وشخصيات حكومية بالتورط في الفساد ما كبدت دولة خسارة بملايين الدولارات في شبوى قال ناشط حقوقي إن قوات العمالق المدعومة إماراتيا تحتجز مواطنا من أبناء مديرية بيحان في مبنى اللجنة العليا للانتخابات بمديرية عتق مركز المحافظة وأفاد رئيس مؤسسة طمير للحقوق والحريات بشبوى ناصر الخليفي في منشور على صفحتي بفيسبوك أن المواطن أحمد عبد الرحمن الوعل يقبع في مقر اللجنة العليا للانتخابات وهو سجن غير رسمي منذ 15 من يوليو الماضي وأكد والد المحتجز في بيان أن أفراد من الواء السادس عماليقة احتجزوا ابنه ونقلوه إلى جهة مجهولة اتضح لاحقا أنه في مبنى اللجنة العليا للانتخابات وكان مجلس الشبوى الوطنية العام قد أعلن قبل أيام عن تشكيل فريق قانوني متخصص لمتابعة ملف المخفيين من أبناء المحافظة في الملف الإنساني أعلنت الحكومة أن خمسة آلاف وخمسة مائة وثلاثا وثمانين أسرة نازحة تضررت جراء السيول التي خلفتها الأمطار التي شهدتها محافظتي الحديدة وحجة خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من أغسطس الجاري جراء منخفض الجوي الذي تأثرت به السواحل الغربية التقرير صادر عن الوحدة التنفيذية للنازحين قال إن إجمالي عدد الأسر المتضرر من فيضانات السيول في الحديدة بلغ ألفين وثلاث وسبعين أسرة موزعة على اثنين وعشرين مخيما في مديريتي حيس والخوخة مشيرا إلى وفاة أربعة في حيس وتدمير مائة واثنين وثلاثين منزلا وبيّن التقرير أن عدد الأسر المتضررة في حجة بلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة وعشر أسر موزعة على واحد وستين تجمعا في مديريتي ميدي وحرض وحيران وعبس في حين بلغ عدد المنازل المدمرة خمسة وعشرين منزلا في مديرية ميدي فقط وأشار التقرير إلى أن السيول طمرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتلفت المحاصيل فيها وجرفت عددا من الألغام وأوصلتها إلى مناطق زراعية ومأهولة بالسكان في غضون ذلك طلبت الأمم المتحدة دعما عاجلا من المانحين لإغاثة المتضررين جراء السيول التي شهدتها محافظات تعز والحديدة وحجة نتيجة المنخفض الجوي الهندي وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن في منشور على منصة إكس إنه في الأيام الماضية تسببت الأمطار الغزيرة والسيول بعشرات الضحايا وألحقت أضرار بالغة بالمنازل والممتلكات والبنية التحتية في اليمن وأوضح أن منظمات الأغاثة تقدم العونة للمتضررين وسط الحاجة للدعم بشكل عاجل تتهاوى العملة الوطنية وتواصل تراجعها دون توقف بينما تقف الحكومة عاجزة عن اتخاذ تدابير تحول دون مزيد من التدهور واكتفاء المجتمع الدولي بالصمت تتوال التأثيرات السلبية على الريال اليمني بشكل مستمر ما يجعله يواصل التهاوية أمام العملات الأجنبية دون توقف ليصل مؤخرا إلى أدنى مستوى في تاريخه وذلك في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا وسط تزايد التعقيدات المرتبطة بالوضع العام في البلاد في الساعات الماضية القليلة وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى نحو ألف وتسعمائة وثلاثين ريالا بفارق ثمانية وعشرين ريالا عن سعر صرفه مطلع الأسبوع الماضي فيما وصل سعر بيع الريال السعودي إلى نحو خمسمائة وريالين بزيادة ثلاث ريالات ونصف ريال يمنيا عن سعر صرفه الأسبوع الماضي هذا الانهيار الذي وصف بالكارث يأتي في ظل استمرار العجز الحكومي عن إيجاد معالجات أو اتخاذ إجراءات للحد من هذا التهاوي المتواصل للعملة الوطنية خصوصا الضغط الدولي لإلغاء قرارات البنك المركزي الأخيرة وتمسك محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبغي بقرار استقالته التي جاءت على خلفية إلغاء قراراته الذي كان يسعى من خلالها إلى الضغط على الميليشيا ومحاولة العمل على توحيد الانقسام النقدي الحاصل في البلاد الناتج عن ممارسات ميليشيا الحوثية الإرهابية وأمام هذا الانهيار المتواصل ليس هناك بوادر لكبح هذا التهاوي رغم الحديث عن وجود اتفاقية لعودة تصدير النفط الخام إلا أن اقتصاديين يرون أنه لا أفق على المدى القريب لاتفاقية خفض التصعيد لإعادة تصدير النفط المتوقفي منذ نحو سنتين نتيجة هجمات الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران على موانئ النفط في محافظتي شبوة وحضرموت والذي تسبب بآثار مالية كارثية على الحكومة استمرار الأوضاع على ما هي عليه وسط تزايد التأثيرات على الاقتصاد اليمنية من المؤكد أنها تفاقم الأزمة في البلاد لينعكس ذلك سلبا على حياة المواطن ويضاعف معاناته في الثلاثة العقود الأخيرة اشتهرت قرية الحنان بمدرية الشميتين جنوبية تعز باسم قرية الجن بعد أن هجرها سكانها بحسب روايات شائعة فإن أهل قرية الحنان نزحوا إلى مناطق أخرى نتيجة مضايقات يعتقد البعض أن مصطرها مخلوقات الجن وهما أجبرهم على الإخلاء يمن شباب زارة القرية ورصدت قصتها في هذا التقرير هذه واحدة من أبرز القرى اليمنية التي تدور حولها قصص وأساطير أشبه بالخيال إنها قرية الحنان أو قرية الجن في مديرية الشميتين بمحافظة تعز سنتعرف في هذا التقرير على سر التسمية وعن تفاصيل هذه القرية تتردد روايات مشهورة عن هذه القرية تقول إن سكانها هجروها نتيجة مضايقات من مخلوقات الجن بعد أن كانت القرية تعج بالحياة والإنتاج الزراعي ووفرة المياه ليطلق عليها سم قرية الجن عقب إن كانت تسمى بقرية الحنان سموها بقرية الحنان لأنها تقع بين جبلين وكأنها أم حاضن لطفلها لذلك سميت بأرض الحنان هناك ناس اسموها بقرية الجن وأن أهلها نزحوا بسبب الجن وهذه كلها شائعات وخرافات الطريق إلى وسط القرية شاق وطويل أكثر من نصف ساعة للوصول إليها عبر المرور بين الأودية وهبوط المنحدرة الخطيرة رافقنا خلال الرحلة بعض من أبناء المنطقة وصلنا إلى هناك وتفقدنا المنازل لا يوجد شيء هنا يبعث الريبة القصة التي تقول إن رجلا من السكان أطلق الرصاص على أحد مخلوقات الجن لتبدأ بعدها رحلة نزوحي بسبب المضايقات يكذبها أهل القرية ويقولون إن أسبابا أخرى تقف خلف إخلائها لا توجد لا فيها طرق للسيارات ولا توجد فيها المستوصفات ولا المدارس ولا توجد فيها مشاريع مياه ولا كهرباء هذا السبب الذي خلت الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان آخر حتى التعليم أن الناس الذين كانوا عندهم ابناء وطلع إلى المدرسة بعيد وطاح في الطريق ينتقل الأسرة كاملة إلى مكان آخر وفي كل الأحوال ومهما تباينت روايات أسباب الإخلاء إلا أن قرية الحنان أو قرية الجن واحدة من القرى التي تعكس مدى شجاعة اليمنيين في العيش على سفوح الجبال وفي القرى المعلقة وتكيوفهم مع التضاريس الصعبة منذ القدم رغم بعدهم عن الخدمات ووعورة الطريق وصعوبة التنقل أيمن قائد يمن شباب تعز انتهت النشرة وليكم أبرز العنوين أكثر من مئة شهيد وعشرة الجرحة في قصف إسرائيلي لمدرسة بحي الدرج في غزة تواصل التوتر في حمد سرار بالبيضاء ومليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات كبيرة وسط تحليق للطيران المسير عصبة حوثية من خولان تحاصر وتهاجم منزل مسنف بعدان بإب القنابل اليدوية وقوات العمالقى تخفي مواطنا في سجن سري بشبوة ومطالبات حقوقية بالإفراج عنه ختما في أمان الله اشتركوا في القناة